نضم إلينا الأستاذ أمير محمد الأمين من كلاجنفوت رئيس جمعية حوار الحضارات في النمسا مساء الخير أستاذ محمد أستاذ أمير مساء الخير السلام عليكم ما تقييمكم لهذا التقرير الصادر من المركز الأوروبي للدرسات الخاصة بالإسلام أرى أن هذا التقرير تقرير صحيح وهو ينشر الحقائق ويبدو أن القائمين على هذا التقرير فيهم نوع من الحيادية المسألة ليست مسألة عاطفة أو انحياز إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة هي قضية انحياز إلى الحق ولا شك أن هذا التمييز أو هذه القوانين والتحريض ضد الإسلام وضد المسلمين فيه ضرر في المقام الأول على النمسا ولهذا فإن كف هذا التحريض وكف هذا الرهاب الإسلام وفوميا معناه الرهاب والخوف من الإسلام وكرهيته ولا ننسى الدور الحضاري لهذا الدين في تقدم أوروبا المسلمون استفادوا من الحضارة الإغريقية القديمة في مجال الطيب والهندسة في مجالات وصححوا ما فيها من أخطاء وأضافوا إليها إضافات كبيرة جدا واستفاد من عطاء المسلمين الحضاري الغرب والآن نحن والعالم كله يستفيد من الحضارة الغربية لكن هذه الحضارة فيها جانب آخر جانب مظلم ووجود المسلمين هنا في النمسا مع كون كثير منهم مستعدون للحوار فهذا يثري هذه الحضارة ويساعدها على التخلص من هذا الجانب المظلم حتى تكون الجوانب كلها جوانب مشرقة لهذه الحضارة ولا شك أننا نحن المسلمين نحب الخير للبشر جميعا سواء كانوا نصارى أو أهل أديان أخرى نحن نحب لهم الخير والخطاب التحريضي يقوم على عكس الحقائق بأن المسلمين يؤدون بهذه البلاد إلى التخلف وهذا غير صحيح أو أنهم يقودون إلى الإرهاب وهذا غير صحيح الحوادث الإرهابية حوادث نادرة جدا وليس سببها الإسلام ولكن أسبابها أمور أخرى فبمعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وبالاعتناء بالجالية المسلمة فإن هذه الجالية ستقوم بعطاء أفضل في النمسا وكثير مننا نحن هنا قد حصل على الجنسية النمساوية كما يوجد أفراد من المجتمع النمساوي وهم كثر قد اعتنقوا هذا الإسلام وأساساً الديمقراطية من مبادئها التعدد الثقافي وهذا التعدد الثقافي خاصة من جانب المسلمين ففيه إثراء للحضارة هنا ولكن هناك أناس يعني من أجل مصالح شخصية أو دعاية حزبية أو لأغراض أخرى فإنهم يقومون بهذا الخطاب التحريضي وهذا يؤدي إلى انشقاق ومشاكل كبيرة جداً في المجتمع وضربات وضربات معاكسة أو هجمات وهجمات معاكسة وهذا فيه ضرر للأمن في هذه البلاد نحن محريصون على أمن النمسا فلا بد كذلك من الهيئة الإسلامية ونحن نريد أن نتعامل مع الهيئة الإسلامية أن تقوم بدور كبير هنا في محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفي التعريف بالصورة الحقيقية للإسلام كما أنني من هذا المنبر أدعو نفسي وأدعو إلى أفراد الجالي هنا إلى عكس صورة حقيقية من خلال تعاملهم مع الشعب النمساوي التعامل الراقي المؤدب ومن ذلك أن الإنسان يلعب دور إيجابي في هذا المجتمع ويبتعد عن العادات الضارة الشباب يبتعدون عن التحرش بالنساء ويبتعدون عن شرب الخمور أو الذي يبيع المخدرات يبتعد عن ذلك ويسلق طريقا صحيحا هنا في المجتمع أستاذ أمير في ظل هذه الحكومة الحالية هل تصعد الخطاب ضد المسلمين؟ نعم لأنه أساس نعم صحيح أنا أعيش في النمسا منذ فترة طويلة في ظل أي حكومة ليس في النمسا فحسب في أي بلد من بلدان العالم عندما يجد أفراد من المجتمع يريدون الكراهية ويريدون الهجمات وافتعال المشاكل عندما يجدون في خطاب بعض السياسيين تحريضا فإنهم يجدون نفسهم مشجعون على القيام بهجمات أو القيام بمشاكل وافتعال تعقيدات لهذه العلاقة بينهم وبين المهاجرين عموما أو المسلمين بالصفة خاصة فلهذا من معالجة الإسلاموفوبيا معالجة الخطاب السياسي وكذلك معالجة أن تكون هناك برامج ويكون هناك محاولات من قبل المفكرين من الجالية في عكس الصورة الصحيحة من خلال تعليف كتب ومن خلال المشاركة في برنامج في التلفاز النمساوي لكن على أن يقول الإنسان الحقيقة وأن لا يجامل الحمد لله وفقني الله عز وجل لكتابة كتاب بعنوان هل القرآن أخطر من كورونا وهذا الكتاب سيصدر إن شاء الله تعالى الشهر القادم في معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفي معالجة قضايا أخرى إن شاء الله تعالى تمام أستاذ أمير إلى أي حد ترى أن بعض الجماعات الإسلاموية في النمسا ساهمت في تأجيجي الخطاب المعادي أنا لا أفهم ما معنى إسلامي وإسلاموي فهذا المصطلح مصطلح غربي يعني الإسلامي والإسلاموي فنحن نقول خطاب إسلامي أو خطاب غير إسلامي أو شخص متطرف وشخص غير متطرف لا شك أن هناك من يحمل أفكار متطرفة ولكن الأفكار المتطرفة تعالج من طريق الحوار نحن نقصد بهذا المصطلح الجماعات المتشددة إلى حد ما بمصطلح الإسلاموي نعم نعم يعني المقصود يعني الغلوف في الدين والتطرف إذا كان الأمر كذلك فعلاج هذه الظاهرة من خلال الحوار البناء والهيئة الإسلامية ممكن أن تلعب دور أكبر من دورها الآن ليست هي المسألة مسألة مجاملة يعني إنسان يتبع الدين وهذه حرية دينية هناك نوع من الحرية الدينية في النمسا نتهمه بالتشدد لأنه متدين هناك مشكلة في المجتمع النمساوي عند كثير من الناس لجهلهم للإسلام يجدون الشخص المتدين مقابل المتطرف لكن التدين بحسب ما في أحكام الدين فهو ليس تطرفا صحيحا الإنسان يختلف عن بقية المجتمع ولكن هذا تتيحه الديمقراطية وتطيعه الحرية الغربية لكن التطرف بمعنى أن الإنسان ينحو منحا يضر بالمجتمع ونحو ذلك ويتشدد في الدين يزيد على تعاليم الإسلام ويغلو فيها فهذا شيء مرفوض منا جميعا ونحن في جمعية حوار الحضارات وهناك جمعيات أخرى تعمل على أن نكون في خط الاعتدال ويكون الجيل الثاني والثالث على هذا الخط إن شاء الله تعالى شكرا لك أستاذ أمير محمد الأمين من انضمامك معنا من كلاجنفورد عفوا وجزاك الله خير وإختاني الكريمة وفي أمان الله مع السلام شكرا